اهلا بكم في حصة مغاربية وملفنا الاول من الجزائر التي تحيي الذكرى الثامنة والسبعين لمجازر الثامن من مايو التي ارتكبها المستعمر الفرنسي عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين عاشية انتهاء الحرب العالمية الثانية الرئيس عبد المجيد تبون اكد ان بلاده عازمة على ان تضع ملف التاريخ والذاكرة محل الخلاف مع فرنسا في المسار الذي يمكنها من اطفاء كامل الشفافية والنزاه والموضوعية بعيدا عن اي مساومات او تنازلات وقال تبون ان بلاده ماضية بحزم في الدفاع عن حق الشعب الجزائري بتكتيف المساعي لمعالجة مسألة التاريخ والذاكرة بشجاعة وانصاف واطفاء الوضوح الكامل على هذا الملف الحساس تصريحات تبون تأتي قبل زيارة المرتقبة لفرنسا المقررة منتصف الشهر المقبل ويستقبله خلالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثامن من مايو عام الف وتسعمائة وخمسة واربعين في الوقت الذي كانت تحتفل فيه فرنسا والحلفاء بالانتصار على النازية ارتكبت قوات الاحتلال الفرنسي احد افضع الجرائم في حق متظاهرين جزائريين خرجوا في انحاء البلاد للمطالبة بالاستقلال فواجهتهم قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل مخلفة خمسة واربعين الف شهيد يتألم الانسان عندما يرى تلك الصور البشعة القتل الجماعي النساء رجال شيوخ اطفال حتى من الحيوانات يعني قنابل بالطائرات على المداشر على القرى يعني عبادة جماعية بيتم معنى الكلمة ضد الشعب الجزائري الاعزل الذي فقط نادى بالاستقلال وفي رسالة بمناسبة الذكرى الثامن والسبعين للأحداث اكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان الدولة متمسكة بملف الذاكرة وستبقيه بعيدا عن المساومات والتنازلات معربا عن امله في تسوية القضايا العالقة مع باريس من خلال لجنة المؤرخين المشتركة بين البلدين من اهم مبادع الدولة الجزائرية هي الحفاظ على الذاكرة الوطنية وكذلك الدفاع عن ملف الذاكرة الوطنية اللي يعتبر من الملفات المهمة جدا في السياسة الجزائرية الخارجية وقد أولى السيد رئيس الجمهورية أهمية لهذا الموضوع حتى أنه كرس يوم لهذا أصبح يوم وطني وتطالب السلطات الجزائرية باستعادة الأرشيف والممتلكات المصادرة من قبل الاحتلال الفرنسي وإعادة رفاة المقاومين مع تنظيف مواقع التفجيرات النووية وتعويض ضحاياها جروح الماضي تأبى أن تندمل هنا في الجزائر ففي كل محطة تاريخية يتجدد الحديث عن جرائم الاحتلال الفرنسي وضرورة تشوية ملف الذاكرة بين البلدين ملف ترفض الجزائر التنازل عنه وتناور باريس للتخفيف من تبعات فتح صفحاته حسن جزيري قناة الغد الجزائر نرحب بضيفين من الجزائر دكتور تفيق بقاعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر ومن باريس السيد نيزار الجليدي الكاتب والبحث السياسي المختص بشؤون الفرنسية ألم بكم ضيفان على شاشة الغد أبدأ معك دكتور بقاعدة لماذا لم يحسم إلى الآن ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا تحية طيب لك سيهام ولي ضيفك الكريم ولكل متابعيكم أعتقد بأن ملف الذاكرة طالما كان هو الملف الرئيسي في العلاقات الجزائرية الفرنسية وهو الملف الخلافي الكبير الذي تحول كل عمليات التواصل بين الطرفين في إيجاد حلول له نظراً للبون الشاسع والخلافات المتسعة في رؤية كل الطرفين لهذا الملف في الوقت الذي تعتبره الجزائر بأن على فرنسا أن تعترف بكل الجرائم التي ارتكبتها في اتجاه الجزائريين وأن كذلك أن تقدم أرشيف هذه الجرائم وأن تفصح عن كل ما ملف استعمارها في الجزائر للرأي العام ولي الباحثين لإعادة النظر وتفحص فيه لا تزال فرنسا تحاول القفز على مرحلة استعمارية واتجاه نحو المستقبل بغية تحت رؤية بأننا لابد أن نتجه نحو الأمام ولا ننظر إلى الخلف وبالتالي هذه النظرة الخلافية في رؤية التاريخ والذي يجعل من ملف الذاكرة هو ملف دائم الحساسية بين الطرفين وسوف يبقى ملفا يؤجج العلاقات البينية بين الطرفين في المستقبل حتى بعد تشكيل هذه اللجنة المشتركة التي تحاول تقريب وجهات النظر لكن في تقديري أن عمل هذه اللجنة حتى لو بدأ باليوم لن يتم الحسم فيها إلا بعد سنوات مع التركيز على ضرورة المزاوجة في تقديري في رؤية المرحلة السعمارية بين الرؤية العلمية وكذلك بين المقاربة السياسية وهذه إذا توفرت دكاء للجنة المشتركة فإنها سوف تحسم الملف على سنوات قابلة نعم سيد نزار جليدي لماذا لغاية اليوم فرنسا لا تريد الاعتراف بجرائمها في الجزائر مع تغير الرؤساء والحكومات الفرنسية وتباين كل واحد لكل نزعته لكل حزبه لكل رؤيته لكن جميع الحكومات الفرنسية لم تعترف رغم وجود الأدلة والحجج أهلا وسهلا حيا الله شهداء الجزائر وهذه ألام الجزائرين في تقابلها أفراحة الفرنسيين بسقوط النازية اليوم يحتفل الفرنسيين على حساب ألام الجزائرين حقيقة كل الحكومات الفرنسية على بكرة أبيها لا تملك من الشجاعة حتى تحاسب نفسها وحتى تواجه التاريخ هذا أولا فرنسا تدار بدولة عميقة ما زالت تعيش بفكر ديغوري قديم ما زالت فرنسا في سياساتها كل الحكومات التي مرت يصار يمين مكرونية غير المكرونية لا تملك هذه الشجاعة وتناور في كل مرة بعديد الملفات ونحن نعرف جيدا هذه الرؤية التي تستعملها هذه الحكومات هي رؤية مع الضفة الثانية من المتوسط ومستعملاتها خاصة في شمال أفريقيا بمسألة حقوق الإنسان في كل مرة ومسألة حرية الصحافة حتى أنها أصبحت خبز لا يليق بأن يحكي عنه باعتبار أننا رأينا حقوق الإنسان في أوجه جمالها في الشهر الماضي في فرنسا ورأينا غطرست البوليس الفرنسي الحكومات الفرنسية وهذه الحكومة بالذاتة العالقة الآن في مآسي كبيرة جدا وهي تعرف بأن الجزائر لاعب مهم جدا تريد أن تدير هذه الصفحة لأنها صفحة مقلقة جدا للفرنسيين صفحة مقلقة لأصحاب القرارة الذين هم في الكواليس الذين هم في الدولة العميقة الذين يملكون المال أهلهم وأجدادهم ورطون هناك نحن نعرف جيدا أن معركة قلمة وسقع أهراس شارك فيها المعمرون الفرنسيون وكانوا قد خنطوا وعدهم عندما وعدوا الجزائريين بالاستقلال وبعد ذلك تداروا عن هذا اليوم لماذا فرنسا تناور؟ لأن فرنسا الآن حتى هذه الزيارة القادمة لماذا أجلت عديد المرات؟ يبيع لنا هو الإعلام الفرنسي كلام فضاض ويقال بأن هناك أمور ساخنة في فرنسا وأنها تخاف من المعارضة الجزائرية تكون بقوة الشارع ولكن الحقيقة أنه ليه هناك اختلاف عن ورقة العمل الحقيقية وعن الملفات الجزائر تريد ملف الذاكرة أولا ملف التأشيرات الثانية ومن بعدها الحديث عن الاقتصاد ومن بعدها الحديث عن الحرب ودور الجزائر الكبير جدا اليوم اللاعب الرسمي في شرق المتوسط لذلك نرى بأن ماكرون يراوغ ويحاول أن يداهن بشكل أو بآخر بمكالمات ملاطفة ومجاملة ولكن أعتقد بأن الجزائر اليوم في موقع قوة كبير جدا خاصة أنها أصبحت اللاعب الرسمي في إفريقيا في وجهة إفريقيا هي الأكثر عنصر مهم في التوازن بعد ارتداد الحرب الروسية الأوكرانية ضف على ذلك أن الرئيس تابون ذاهب إلى روسيا لذلك أعتقد بأن الحكومة الفرنسية ومن يدير هذه الحكومة وهو الرئيس ماكرون في ورطة حقيقية أمام موضوع الذاكرة سيد بقعدة ما الذي تطلبه فرنسا من الجزائر؟ لماذا أيضا تثير كل ما يكون هناك اجتماع أو مطالب جزائرية وحتى اللجنة الأخيرة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين التي كانت أثار أيضا موضوع الأقدام السوداء في الجزائر يعني كنوع من الاستفزاز للجزائريين ما المطلوب الآن من الجزائريين؟ كما قلت سابقا أن فرنسا تريد من الجزائر أن تنسى ماضيها وأن تدر إلى المستقبل حسب الرؤية الفرنسية في حين يجهل صناع القرار في فرنسا بأن التاريخ هو ركن أساسي من ركائز الهوية الجزائرية واليوم الأطفال الصغار في المدارس احتفلوا وتألموا كثيرا لما حدث لأجدادهم خلال أحداث ثماني ياميه الفتسعمية وخمسة عبعين وأعادوا واسترجعوا دكريات الأليمة التي عاشها الجزائريين وبالتالي الظاكرة هي ركن أساسي من الهوية الجزائريين وبالتالي لا يمكن لأي جهة أن تطالب من الآخر أن يتنسى هويته وأن يقفزها خاصة أن الكثير من الجزائريين يجهلون قبور أبائهم وأجدادهم ويسعون إلى معرفة الحقائق التي ضلت خفية عليهم في مصير كثير من المفقودين الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية فرنسا تريد أن تتجه للجزائر اقتصاديا دون أن تسوي جميع الحسابات التاريخية مع الجزائر وكذلك تحاول أن تطمس حقبة دموية لا يريد الفرنسيون استرجاعها لنظرا لسجل حقوق الإنسان لكن رغم ذلك رغم حساسية هذا الملف دكتور بو قاعدة رغم حساسية هذا الملف بين الجزائر وفرنسا إلا أن هناك علاقات هناك تبادل التجاري هناك تبادل الاقتصادي وهناك حتى الجالية الجزائرية بالملايين وربما هي أكبر عدد من الجاليات في فرنسا هم الجزائريين كيف نفسر ذلك؟ نعم تفسير ذلك بسيط جدا في تقديري أن العلاقات الجزائرية الفرنسية من التعقيد ما يجعلها غير ممكن أن تحدث هناك نوع من القطيع الكلية في العلاقة البينية بين الدولتين في نفس الوقت نظرا لهذا الإرث الإنساني وهذا العدد الكبير من الجزائريين في فرنسا وارتباطهم بأرضهم هنا بالجزائر وكذلك هذا الإرث الاقتصادي منذ الاستقلال حتى قبل الاستقلال ومجمل التعاقدات التي ربطتها الحكومتين مع بعضهم البعض في المجال الاقتصادي لأن هذا البعد الاقتصادي دل ليس حافزا لتحويل هذه العلاقات إلى علاقات سراتيجية برغم وجود استثمارات وهي في تراجع هنا في الجزائر لكن يبقى ملف الذاكرة هو الملف الوحيد الذي ينغص على الفرنسيين تحويل الجزائر إلى سوق لبضاعتهم وكذلك لاستثمارات الفرنسية وتحاول الجزائر نظرا من مركز القوة التي تحوزه الآن أن تعطي لي ملف الذاكرة كأحد الأوراق الضاغطة على الحكومة الفرنسية من أجل تقديم تنازلات للحصول على اعتراف رسمي بجرائمها هنا في الجزائر وكذلك الحصول على المورود التقافي والمورود التاريخي للجزائريين التي نهبه الفرنسيون سواء المرتبط بالحقمة الأتمانية أو بالحقبة الفرنسية وكل مرة تحاول فرنسا أن تتقدم بخطوات رمزية لا تصل إلى درجة ما يطالب به الجزائريون مثل تسليم رفاة بعض المقاتلين خلال طورات شعبية وكذلك تسليم جزء من الأرشيف الشرطة الفرنسية لكنها تحاول أن تقدم هذه الخطوات الرمزية بنوع من الانتقائية بما لا يورط الفرنسيون أكثر ويكشف كذلك عن تاريخهم المظلم في الجزائر لذلك تحاول الجزائر في هذه اللقاءات التنائية سواء بعد زيارة ماكرون في أغسطس الماضي أو خلال زيارة المرتقبة لرئيس تبون في منتصف جوان القادم أن تحصل على بداية حقيقية لمعالجة ملف الذاكرة وليسى التسويف الذي ظل الفرنسيون يؤجلون معالجة ملف الذاكرة وفي اعتقادي أن لا يمكن أن تكون هناك علاقة سوية بين الجزائر وفرنسا مادم هناك ملف لم يتم تسويته وظل في مرحلة التسويف من طرف الفرنسيين وهو ملف الذاكرة ومالي الذاكرة من رمزية ومن مكانة لدى ليس فقط السلطة الجزائرية وإنما لعموم الشعب الجزائري سيد نزار الجزائر تطلع في المدى القريب إلى إحراز تقدم المأمول في مسار الذاكرة مع فرنسا وهي أخذ بالحسبان في ذلك الأهمية التي يكتسيها العمل الموكول للجنة المشتركة من المؤرخين لمعالجة هذه القضايا هل تتوقع ذلك فعلا أن ربما يتغير منح هذا الملف مع هذه اللجنة الموكل إليها هذه القضايا وفي اعتقاده بأن اللجان هي مقبرة لكل الملفات الكبرى عادة عندما تكون اللجان فهي تقبر الملفات الحقيقية ولكن الجزائر هذه المرة لها ورقة ضغط قوية جدا وهو الوضع الجيو السياسي في المنطقة فرنسا في أحواج الحالات الآن إلى الجزائر سياسيا اقتصاديا وكذلك كشريك استراتيجي باعتبار بأن فرنسا فقدت مكانها في مالي فقدت السيطرة على دول الساحل الفريقي فقدت جزء كبير جدا من مزدقياتها في الداخل الجزائري حتى وإن مازال لها امتداد كبير إرث ثقافي وهو حبل سري لم يكتب له أن يقطع الإدارة الجزائرية مازالت بتكوين فرنسي ولكن الجزائر لها ورقات مهمة أهم هذه الورقات أولا أن الجزائر اليوم هي الحارس الرصبي الشخصي لبوابة شرق المتوسط وهي التي تحرص بشكل أو بآخر وهي التي تتصرف في المسألة التقية وما أحواج فرنسا الضعيفة اقتصاديا إلى المسألة التقية هذا واحد لانيا الجزائر هي التي تسير الملف بشكل أو بآخر على الأقل في جزء كبير منه ملف ما يسمى الملف الليبي وهو الملف الذي فقدت فيه فرنسا نصيبها الجزائر تسير ملف الهجرة الغير شرعية وهي جزء كبير ومهم ولابد لفرنسا أن تقدم تنازلات كبيرة لكن هذه الأوراق فعلا هي موجودة سيد نزار لكنها موجودة على مرور السنين وفي كل هذه الفترة لم تستطع أن تدفع فرنسا إلى تقديم هذا التنازل في حال قدمت هذه المرة مع التغيرات والتطورات الجيوسياسية في حال أن فرنسا تنازلت للجزائر واعترفت بجزء من جرائمها في الجزائر ما الشكل الذي ستكون عليه فرنسا؟ هناك مسؤولية يواقع على عاتقها هل ستدفع ذلك؟ في اعتقادي بأن الزمن السياسي والزمن الواقعي وماكرون الموجود الآن في السلطة ثلاث عناصر مهمة قد تؤدي إلى الاعتراف بهذه الجرائم وإلى إيجاد اتفاقات من خلال تمرير اتفاق على اتفاق لأن ماكرون حسبي خرج من عالم السياسة ولن يعود ربما سيملك هذا الرجل بعضا من الشجاعة الذي فقدها المعسكر اليساري واليميني الفرنسا هذه نقطة الوضعية الواقعية السياسية الجديدة فرنسا لا تتنفس اقتصاديا فرنسا في حالة اختناق اقتصادي وليس لها من حل في المسألة التقية إلا الجزائر وليس لها من بوابة في البحر البحر المتوسط إلى الجزائر لذلك ربما يجازف ماكرون بشكل أو بآخر يبتعد عن الدولة العميقة القديمة يبتعد عن الفكر الديقولي التعييز جدا الذي يرى العالم الآخر باحتقار كبير جدا ويقدم هذا الشاب ربما في عملية أنه يقدم تنازل إذا ما تقدم هذا التنازل في اعتقادي بأنه سيضاف له عقد آخر من الاتفاقات الاقتصادية وتسهيل أمور للجزائرين خاصة في مسألة التأشيرة وتسهيل بعض الأشياء لأنه لا أعول على اللجان المشتركة لأن هذه اللجان لا أسس لها ولا قيمة لها ولكن أعول على الزمن السياسي وأعول على الوضع الجغل السياسي وأعول على المال على لعبة الاقتصاد ربما الاقتصاد هو الذي سيفرض على فرنسا وفرنسا التي هي في عزلة حقيقة وسيفرض عديد النقاط في جدول الأعمال بين الرئيسين ثقي بأن التأجيل كان ليس لأي سبب فقط عن الورقة البيضاء التي سينطلق منها النقاش حيث أن الجزائر تضع الذاكرة أولا الموضوع التونسي ثانيا ثم البقية تأتي بالنسبة للجزائر لأن الجزائر لم تعد تعول بالشكل الكبير في اقتصادها على فرنسا وعلى الشريك الأوروبي ولكن تعرف بأنها لها ورقة قوية وفي نفس الوقت الجزائر تحتاج إلى مصالحة مع الداخل الجزائري من خلال ورقة الذاكرة الشعبية كل طرف له ورقة ضغط يريد أن يلعب بها ولكن أرى بأن الجزائر الأكثر حضوة للآن إذا ما استثمرت تردي الوضع الاقتصادي في فرنسا والوضع السياسي أيضا المتردي في فرنسا ووضعية أوروبا المختنقة التي تعيش الخصاصة التقية والجزائر هي الممر الوحيد ليتنفسوا ويكون لهم إن مر عنهم هذا الشتاء بقليل من الدفع والمناخ ساعدهم فلن يكون الشتاء المقبل بتلك السعادة للأوروبيين لذلك التنازلات مطلوبة للجميع وحبل السر بين البلدين لن يكتب له الآن أن يقص ويقطع ولكن شيء من اللطفة على العلقم وجرعة المرارة بين المرادية والأليزي طيب دكتور بو قعدة إلى أي مدى تتفق مع سيد نزار الجليدي أن هناك تغيرات جيوسياسية أن هناك حاجة اقتصادية من فرنسا من الجزائر وليست فقط فرنسا وإنما تقريبا الجزائر أصبحت الملجأ الوحيد بعد روسيا للكثير من الدول الأوروبية ورأينا ذلك من التهافت الأوروبي لرؤساء ووزراء ومسؤولين إلى الجزائر في الفترة التي تلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نعم أن الجزائر ورق قوة كبيرة لم تكن لها فيما سبق من السنوات الماضية وأن موقعها وكذلك ما تحته الأزمات التي تعرفها العديد من المناطق سواء في الساحل أو في أوكرانيا وحاجة الأوروبيون وخاصة الفرنسيون إلى الغاز الجزائري وغيرها من المعطيات كل هذه معطيات قوة تمتلكها الجزائر لكن هل يمكن ترجمة هذه العناصر قوة لدى المفاوض الجزائري مع المفاوض الفرنسي أعتقد أن ذلك مستبعد في الزمن في الأيام المقبلة نظرا لعديد من الاعتبارات كذلك أن الجانب الفرنسي لا زال يقاوم وأن اللوبي الذي يتبنى منطق السعماري لا زال يعشش في الإدارة الفرنسية وبالتالي لا يستطيع الرئيس ماكرون في زمن راهن أو زمن السياسي كما قال ضيفوكي أن يقدم تنازلات للجزائريين نظرا للضغوطات التي يعيشها في الداخل الفرنسي ولاحظنا في كثير من المرات أن الرئيس ماكرون يقدم على تصريحات غير مسؤولة استرضاءاً لليمين المتطرف أو للحركات الشعبوية في فرنسا وأزمة أكتوبر 2021 خير ودليل على ذلك وبالتالي فلا أعتقد بأن تسوية ملف الذاكرة سوف يكون مع هذه اللجان في سنوات قليلة القادمة لكن يمكن أن نفتح ملف الذاكرة باعتباره أولوية في أي لقاءات مع الجانب الفرنسي وتبني مبدأ خضوة طالب بأن كل مرة نحصل على جزء من ذاكرة حتى يمكن يتسنى للجانب الفرنسي مع الزمن أن يقدم كل الأوراق وبالتالي الحصول على الاعتراف الذي تسحقه كذلك أن أعتقد النعائق كأساسي فيما يتعلق بالاعتراف الفرنسي بجرائم الفرنسية هو الخوف من أن تفتح على فرنسا نارة جهنم للضرر للفضاعة الجرائم التي ارتكبتها في عديد من دول الإفريقية وبالتالي اعتراف الجزائر سوف يفتح الباب للمطالبة كثير من الدول الإفريقية بنفس الطلب الجزائري وبالتالي سوف تخسر فرنسا الكثير من أوراقها التي خسرت جزء كبير منها خلال الفترة الماضية وبالتالي تفقد مكانتها في إفريقيا وهذا ما لا تريده فرنسا بل تسعى من أن ترتكز على ما توفره الجزائر من مكانة سراتيجية ومن علاقات جيدة مع كثير من الأطراف الفريقية للعودة وترتيب أوراق فرنسا في القارة الصمرة بالتالي فأعتقد أن المفاوضات سوف تكون صعبة والجزائر لا يمكنها أن تضغط بشكل كبير خلال المرحلة اللاحقة لدى زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دكتور بو قعدة لدى زيارته إلى الجزائر في أغسطس الماضي تم الإعلان عن اتفاق على إطلاق أعمال الصلح بين ذاكرتين وربما تمخذ على ذلك هذه اللجنة من المؤرخين طيب في زيارة الرئيس عبد المجيد تبون لمقابلة إيمانويل ماكرون ألا تعتقد أن يعطي ذلك دفعا لهذا الملف ربما في عودته إلى الجزائر يعود بأوراق رابحة نعم أكيد أن أعضاء اللجنة سوف يرافقون الرئيس عبد المجيد تبون في زيارته في منتصف جوان المقبل وسوف يعقدونه مع الجانب الفرنسي لقاءات لوضع جمدة عمل التي سوف يتفقون عليها في كيفية معالجة كثير من القضايا المرتبطة بالذاكرة سواء متعلقة بالأرشيف أو متعلقة بالتجارب النووية وكذلك ما تعلق بالمختطفين وكذلك بالأرشيف العسكري السري الذي يحوزه الفرنسيون فيما يتعلق بعمرية التعديب وكذلك القتل خارج دائرة القانون التي ارتكبت في كثير من مناطق البلاد على مدى 130 سنة وبالتالي سوف يكون حسب ما وصلنا من أصداء بأن الاجتماع المقبل سوف يوضعنا جدول للعمل الذي سوف يصهرون على تحقيقه في اللقاءات المقبلة وبالتالي سوف يكون هناك تكتيف للتواصل والمشاورات في معالجة ملفات جزئية ثم الانتهاء إلى الملفات الكبرى شكرا جزيلا لك دكتور توفيق بقعدة أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر كنت معنا من الجزائر وأشكر أيضا الأستاذ نزار الجليدي الكاتب والبحث السياسي المختص بالشؤون الفرنسية شكرا جزيلا لك سيدي على كل ما تفضلت به حصتنا المغاربية متواصلة وفيها بعد الفاصل دعوات للجنة ستة زايد ستة في ليبيا بتسريع عملها لإنجاز قوانين الانتخابات وإجراء الاستحقاق ترجمة نانسي قنقر